السلام عليكم أحبابي في الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيناكم اليوم بخبر جديد حول استيراد السيارات بعدما خرج الوزير بتصريح جديد حول استيراد السيارات يعني أنا أعتبره تصريح ناري حول استيراد السيارات ما نطولش عليكم نبدأ الموضوع مع المصدر هذا هو الخبر الجديد خوتي يعني كان عندي يومين من اللي وضعت فيديو في القناة التاعي تحدثت فيه حول يعني الرأي الشخصي حول استيراد السيارات وقلت لكم يعني ما كاش لي يكذب عليك يعني الحقيقة ما كاش ما تلقاهاش حتى عند أي واحد يعني كل واحد يصرح كما يعرف ما عرفش يعني الإنسان كل واحد وش يقول ما عرفناش الوقت بالضبط لإستيراد السيارات يعني والمشاكل اللي راه يتعرقل في استيراد السيارات كما اجتوا اليوم يعني من موقع الرسمي المؤسسة العمومية الترفيز الجزائرية يصرح الوزير أيت عليه أن السيارات ليست أولوية بالنسبة للحكومة يعني استيراد السيارات ليس من أولوية الحكومة يعني تحدث عن استيراد كان شي واحد آخر نحكو عليه يعني ندخلوا للموقع باش نشوفوا تفاصيل مع بعض ننتظروا شوية باش يطلعنا الصفحة الخاصة بالموقع يعني الموقع هذا خاص بالتلفز الجزائرية العمومية كما كنتشوفوا خوتي يعني العنوان أي تعليس السيارات ليس أولوية بالنسبة للحكومة يعني أبرز ما جاء في هذا التصريح يعني أبرز وزير صناعة فرحات أي تعلي اليوم الأثنين أن سوق السيارات ليس أولوية بالنسبة للحكومة فيما تمثل صناعة السيارات الأولوية وأن التركيز جاري حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال يعني وش راه يقول هنا يعني من ستوردوا السيارات يعني راه يحوس باش يدير صناعة السيارات هنا يعني نشوف فيها أقدارهم طولة خوتي مشيرا يعني نكمل المقال مشيرا إلى وجود محادثات مع الألمان فيما يخص بعث الصناعات الحقيقية للجزائر السياحية والنفعية منها يعني سيارة سياحية والسيارة النفعية مثل الفورغو والكونغو بارتنان يعني طولة كما كشف السيد أي تعلي خلال نزوله ضيفا على قناة الإذاعة الأولى عند استقبال 180 ملف لوكلاء محتملين لحد الآن في مجال استيراد السيارات أغلبها غير قابلة للتجسيد بسبب عدم تطابقها مع دفتر الشروط يعني كين 180 ملف تم إدعوه لكن كين لما ينقبلوش يعني ناقصين في الشروط تحوم كما أكد أن ملف استيراد السيارة أقل من ثلاث سنوات قد طوية لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع موضحا أن عملية استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة ثلاث ملايير دولار سنويا يعني السيارة أقل من ثلاث سنوات غير نسوها هكذا حسب القول التاعو من جهة أخرى أكد وزير الصناعة أن فتح رأس مال المؤسسة الاقتصادية لا يمكن أن يكون على أساس المعايير السابقة وأن العملية ستخص فقط المؤسسات العمومية التي بحاجة إلى إعادة رأس مال دورية عبر تجنيد الدخار خاصة الدخار الخاص والعمومي من خلال برصة الجزائر لإعادة بحث المؤسسات المتاثرة ماليا يعني هذا هو المقال مقال طويل نوعا ما لكن لحب يعني يستعلم مئة بالمئة يقدر يدخل الموقع الرسمي للتلفاز العمومي الجزائرية ويقرأ يعني جميع المقال هذه يا خوتي وصلنا نهاية الفيديو قبل ما نختم الفيديو نذكر أنه كما شرحت لكم في الوقت السابق أن الاستيراد ما كاش لي عنده يعني الحقيقة الاستيراد وبعد هذا التصريح راني أني نتوقع يعني أن الأسعار راح تزيد ترتفع شوية نوعا ما على بعض الأنواع من السيارات هذه يا خوتي إن شاء الله ربي فرجع لنا ونطلقا في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر